عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسي مجلس الوزراء استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور خالد مهو السليمان السعيد ومدير الصحة العام الدكتور محمد صالح لسعيدان حول آخر تطورات انتشار جدر القروض منكي بوكس فيروس وذلك من واقع إحصائية عن الدول التي انتشر فيها الفيروس وعداد الإصابات والوفيات مؤكدا خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه ولله الحمد كما أحاط المجلس علما بالإجراءات الاحترازية التي باشرت وزارة الصحة باتخاذها لمواجهة تطورات هذا الفيروس وتلاف تسربه إلى البلاد والوقاية منه ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من جهاز الأمن الوطني المتضمن دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في دولة الكويت والتي اجتملت على التحديات والمخاطر التي تواجه استراتيجية الأمن الغذائي والمتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت إلى جانب أهم المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها على المدى القصير والمتوسط في هذا الشأن كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن آلية عمل اللجنة لأداء الاختصاصات المناطة إليها هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في المجلس البلدي وهم المهندس وقرر رفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه متمنيا للأخوات والإخوة الأعضاء المعينين كل النجاح والتوفيق مع زملائهم الأعضاء المنتخبين في تعزيز دور المجلس البلدي في ممارسة مهامه ومسؤولياته لدعم جهود التنمية الشاملة في البلاد وعقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي جدد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد في تصريح التأكيد على خلو البلاد من ويروس جدر القرود وعلى صعيد آخر أعلن عن تشكيل بعثة طبية لمرافقة حجاج بيت الله الحرام أثناء الجلس الاستثنائية اليوم تم إحاطة مجلس الوزراء الموقر بالوضع الخاص بجدر القرود وأن لا توجد أي حالة تم رصدها إلى اليوم بدولة الكويت وأن وزارة الصحة مستمرة بالترصد ومراقبة الوضع وأيضا وفرت الفحص لهذا المرض في حال لا سمح الله تم رصد أي حالة بالنسبة للموضوع الآخر هو موضوع الاستعدادات لموسم الحج حج هذا السنة طبعا تم تشكيل البحثة الطبية تابعة الوزارة الصحة لمرافقة حجاج بيت الله الحرام هذا العام وتم وضع الاستعدادات والآليات للتعامل مع الوضع خصوصا هذا يعتبر موسم حج بعد وباء كورونا الحمد لله بعد انحصار الوباء الذي سيحدث أنه سيكون تطعيم للحج وهو تطعيم السحاية متوفر في جميع المراكز الصحية الخاصة بالصحة الوقائية وأيضا سيكون هناك متوفر بالمجان فحص البي سي آر المسحة لجميع الحجاج في مراكز وزارة الصحة سيكون في ثلاث مراكز المركز الأول سيكون في جسر جابر لبعض المحافظات سنعلن عنها قريبا وسيكون في محجر جابر في مستشفى جابر وسيكون في أيضا المركز الثالث الذي هو في صبحان فسيكون هناك ثلاث مراكز تقدم الفحص المجاني لحجاج بيت الله الحرام قبل السفر كما هو مطلوب من الأخوان في المملكة العربية السعودية وأيضا عند العودة من الحج سيكون هناك فحص بي سي آر عند الوصول إلى الكويت خلال أول ثلاث أيام وأيضا سيكون متوفر في هذه المراكز الثلاثة بالمجان لجميع الحجاج